خلال استعراض السودان التقرير نصف السنوي لتنفيذ برنامج حكومته وبعد سرده لسلسلة مما اعتبرها منجزات وإن كان معظمها ما زال مجرد حبر على ورق لم يفت محاولة نفي ما يدور في الشارع من اتهامات لحكومته بشأن تجاهل فتح ملفات فساد بعينها نسمع هنا أو هناك أن الدولة غير جادة في محاسبة أو متابعة سراق هذا الملف الضمانات أو الأمانات الضريبية بالتأكيد هذا غير دقيق السوداني برر تعثر إجراءات متابعة ملف سرقة أموال الأمانات الضريبية المعروف بسرقة القرن بالقول إن الدولة ستخسر ثلاثة تريليونات وسبعمائة مليار دينار ستكون مضطرة لدفعها إلى الجهات التي لديها التزامات مع دائرة الضريبة اليوم هناك طلبات باسترداد هذه الأموال اللي هي أمانات يعني ما معناه أن الدولة سوف تخسر ثلاثة تريليون وسبعمائة مليار من جديد حتى تتفحها للشركات والأفراد الذين لديهم التزام مع دائرة الضريبة تبريرات أكد مراقبون أنها تمثل شبهة جديدة تضاف إلى الملف الذي يعد واحد من الأدلة الصارخة على استباحة المال العام بالتواطئ مع مؤسسات حزبية ورسمية لأسيما بعد قيام وزارة المالية برفع الحجز عن أكثر من أربعين عقارا للمتهم بسرقة القرن نور زهير وزوجته سبق ذلك رفع منع السفر عن زهير الذي تمكر من الخروج من العراق بحسب النائب مصطفى سند في نيسان الماضي بعد أن قرر القضاء وإطلاق صراحه بكفالة مالية مقابل تعهد وصفه مراقبون بالهزلي وهو إعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب وكان وزير المالية السابق علي علاوي قد اتهم مسؤولين حكوميين رفعية المستوى بالتواطئ في سرقة القرن مبينا أن القيمة الإجمالية للسرقة بلغت حوالي مليارين ونصف المليار دولار لتمثل حلقة في سلسلة طويلة من عمليات النهب الممنهج لثروات العراق بإشراف ساسة وأحزاب وشخصيات امتهنت السرقة والنصب بالبدلات الرسمية وبخطابات منمقة لا تنطلع على الشارع العراقي